السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف ازاي نغير اللون بتاع المتيل دوت مع الزمن يعني مع الحركة اقول له انا عايز animation واقول له create ودي له اسم هيبدأ يظهر معي 3333 هنا طيب هقول له هنا بقى انا عايز عايز اضيف خاصية مثلا وليكن اللون هاجي هنا بميش رندر واقول له color اضيف عالمة الزايد هوت دول 3 الوان اللي اقدر اغير فيه ممكن اعمل ايه؟ ممكن هاجي هنا وقول له اسجل بقى اعدلات اللي انا هعملها وهاجي هنا في الماتيريال واقول له اللون خليه مثلا احمر تمام؟ طيب وبعد كده هاجي في المكان التاني ممكن هاجي في اي مكان وغير فيه وحط فيه بس خلينا هنا هوت واقول له خلي ده مثلا اخضر بالشكل دوت فلما ااجي اقول له شغل بقى فيبدأ اللون كانت احمر وبعد كده يبدأ يتضار بالشكل دوت فيحصل تعديل فيه الالواء وممكن نغير في الشكل ممكن هعمل كده واقول له اعدل فيه مثلا الواء يعني اعمل موف وهاجي هنا وابدأ اعدل فيه اعمل موف بالشكل دوت اعدل وبعد كده اجي هنا سأني واحدة هبدأ اسجلي ليه ان انا اعدل فيه القيم ديت مباشرة اقدر اعدل في المكان زي ما انا عايز وممكن اقول له كيرف كيرف بيبدأ يجيب لي كل الخواص اللي موجودة هنا بحيس ان انا اقدر اعدل فيها زي ما انت شايفين اقدر اضيف نقطة جديدة اقدر اغير الخصاص بتاعت اي نقطة فيهم اعمل كيه جديدة اعمل اوتو اغير فيها زي ما انا عايز بشكل دوت فلما تجي تشغل بتلاقي المصور اختلف شوي تقدر تغير شكل المصور والنقط اللي هواهي مش فيها وهكذا اه دعم لما اتعدل فيها تقدر تعدل زي ما انت عايز فعن طوما انت ضايس على التسجيل بيبدأ يسجل الحرقة بتاعتك وتعدل المصور متاعك زي ما انت عايز تخلي فيه مرونة مثلا تخلي فيه انسابية زي ما انت عايز على استخدام ا Nay انا اشتركوا في القناة